السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم خزفياتي عربية. في هذا الدرس نتعرف على طريقة عمل اناء من الطين. وطبعا نتعرف على ادوات الخامات المساعدة في هذا العمل البسيط السهل. اتمنى اذا استفدتم الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراف في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نرى بعض الادوات. هنستخدم هنا ممكن سكين او مشرط. كما نرى كده. قطع من الاسفنج او قطع من القماش. هنا شريطين شريحتين سواء من الكرتون او الفلين او الخشب. يكون مقاسهم تقريبا السمك بتاعهم يكون نصف سنطي فرادة او اي شيء اسطواني. مصورة مثلا. عندي هنا الطينة او عجينة السراميك. تكون موجودة في مكتوب بهذا الشكل. ايضا عندنا هنا او فرشاء ومصطرة واكياس بلاستيك. عندي هنا اي كوب اي كاسة اي شيء. اه طبعا هنعمل فيه عجينة اللي هي الطينة السائلة. وممكن استخدم هنا صمغ معانا ومقص وقطع من القماش. وهنستخدم هنا اي اناءين يكونوا متطابقين من المنتصف زي كده او نفس الحجم عادي. هنحتاجهم في عمل الشكل بتاعنا. هنبدأ نجيب قطعة الطينة. هنقطعها نقسمها نصفين. وهنبدأ طبعا نصف نضعه فيه كيس. والنصف الثاني هنبدأ ناجره بشكل جيد. ونبدأ نفرده باستقدام الفرادة. طبعا نضع الشريحتين. ندخلها تقريبا اه مقاسها مثلا عشرين سنطف عشرين سنطف او خمس وعشرين سنطف او خمس وعشرين حسب حجم الاناء او ثلاثين في ثلاثين حسب الاولنا حسب حجم الاناء اللي احنا هنعمل عليه. طبعا بنصد الفرادة بنضغط عليها الامام والخلف ازا احنا شايفين بالشكل لهذا. والفرادة نفسه يكون اه 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 اطالة طبعا طويلة. بحيث ان يكون ملامسة لقطعة الكرتون من الجنب هذا والجنب هذا بحيث ان بعد كده اطلع معايا اه الشريحة سمك واحد. طبعا نحاول نخلي سمكها تقريبا نصف سنتين. اه حتى طبعا عشان يكون الاناء متماسك. ابدأ هنا اجهز اه قطعة القماشة اضعها داخل الصحن طبعا عشان اه الشريحة ما تلزك في الصحن اللي عندنا. فبقصها من الاطراف بالشكل هذا كده اه بحيث ان تكون مستريحة في الصحن بتاعي. طبعا ده كأنها عازل اه بدل الطينة او شريحة الطينة ما تلزك في الصحن. فبضعها كعازل اه شريحة طينة. بضع شريحة بهذا الشكل. طبعا هنا عندنا زيادات ممكن اه قصة طبعا باستخدام المشرط او السكين. بهذا الشكل. ونبدأ طبعا الزكا بنثبتها اه مع بعضها بنلحمهم مع بعض. بنفس الطريقة اللي انا بعملها هذه. واضغط عليها بحيث انها تاخد شكل الاناء اللي انا اعمل فيه. ازيادات طبعا باكون بقصها اه باستخدام الاقل مشرط او السكينة حسب الاداة المتوفرة وموجودة عندنا. بعد ما انتهيت من تثبيتها بهذا الشكل بابضع اضاعها داخل كيس اه بلاستيك. اه طبعا حتى لا تجف مني. اه نعمل اه القطعة الثانية او الشكل الثاني. اه هنبدأ في عمله ايضا بنفس هذه الطريقة. بنفرت القطعة بنفس الحجم تقريبا وهنبدأ اه ايضا اه نضعها اه في الاناء الاخر. نقص اقربا على نفس المساحة وزي ما عملنا في الاول بنعمل في الاناء الثاني. طبعا باضع قطعة من القماش هنا بشيل الجزء في البداية حيث ان اه اه اقدر اثباتها بشكل جيد. طبعا احنا بنفرد الطين وباضع تحتها قطعة من القماش حتى تعزل اه معي الطينة وتطلع معي بالشريحة بشكل سهل وبسيط. هنا اه ممكن ازا حسيت ان الطبقة الاسفل اه طعيفة شوية ممكن اضف لها قطعة من الطينة مرة اخرى. وازبط هنا الاطراف من اعلى. هبدأ اعمل اه الطينة السائلة اللي انا هثبت بها القطعتين او الشكلين مع بعض. طبعا بيجيب الطينة عادية من نفس الخطعة الطينة. وابدأ اعمل لي عملية اذابة في الماء داخل كوب او كاسة بهذا الشكل. من دوابها بشكل جيد في الماء. بحاس ان يكون لها قوام سائل. يعني يكون طينة. لها قوام سائل زي احنا شايفينها بهذا الشكل. بابدأ ازبط الحافة خليها كلها مستوى واحد. في القطعتين طبعا. طلعا القطعة الثانية من الكيس. وهبدأ ايضا ازبط الحافة الخاصة بها. عشان يكون الشكلين متطبقين مع بعض بشكل جيد. ابدأ بعد كده اعمل اه التحشير زي ما احنا شايفين كده. بحيث ان انا اعطينا السائلة. اه تبدأ تثبت اه والشكلين يتبقى تنعاض بشكل جيد. طبعا بيستخدام بقى القلم بيستخدام السكين بيستخدام المشرط اي شيء المهم ان اخلي السطح اه الجزء هذا خشم بالشكل هذا. ونبدأ نطلع الشكلين من اه الصحن طبعا. احاول انظف المكان. وابدأ. هذا اعطينا السائلة على الطرف. هذا والطرف هذا ايضا. واضعهم على بعض. وهبدأ اثبتهم. حاول ازبطهم الاول وابدأ اثبتهم. لابستخدام بقى السكين. اضعها على قطع من الكارتون عشان ابدأ اتحرك براحتي. والففا براحتي بسهولة. ابدأ الاستخدام با اضفرها باستخدام سكين اه اي شيء عندي اقدر استخدمه. مهم ان يصبح في الاستخدام بهذه الطريقة. وابدأ اه اثبت الانهائي مع بعض بهذا الشكل. هلحمهم بشكل جيد. حتى الفتحات الموجودة عندي. ابدأ ازبطها. اضع عليها طينة سائلة. وابدأ ازبطها. بس امر طبعا في هذه العملية انا اضبط اضبط السطح اه بشكل جيد. ونخليه ناعم. والشكل بتاعه طبعا ما يكون فيه اي خطوط ولا نتوقات. يعني امن معالجة للسطح. اشتركوا في القناة كده اعتبر انتهينا من معالجة السطح اه الانهائي. هنبدأ بعد كده نضعه داخل كيس جمي يقرب ماء. وهجيب شريحة اعمل شريحة اه ممكن يكون مقاسها مثلا. ارتفاعها عرضها ثلاث سنطي. وسمكها نفس الكلام نصف سنطي. يعني السمك الى هذا كده. هنخليه تقريبا نصف سنطي. وخليها كلها اه حجم واحد. باستضمن مصطرة طبعا المشرط. بصعه. اضبط الحواف الخاصة بها. اجيب هنا الاناء. وهبدأ اعمل اي شئ دائري ابدأ اعمل شكل الدائرة اضغط عليها. وابدأ اقصها باستخدام المشرط او السكين حسب الاداة المتاحة الموجودة عندي. اعملنا الفواهة بالشكل هذا. اضبطها. وهبدأ ايضا اعمل عملية تهشير. بحيث ان انا تثبت الشريحة. تثبت بشكل جيد. وهضع عليها ايضا الطينة السائلة. طينة السائلة هذه. تعتبر هي اللحام بمثابة اللحام بالنسبة للشكل. هي اللحام لبالحمي. بنقصها طبعا الشريحة بحيث ان اتطلع مزبوطة معايا. واضف لها ايضا طينة من اسفل. ابدأ اثبتها بشكل جيد. طبعا هنا الفرشابة استخدامها في وضع الطينة السائلة. وايضا في اعملية التنعيم. تنعيم السطح. كم يمكن ان تمر استخدام قطعة الاسفنج. حسب المتاح عندنا اقدر استخدام. يكون سهل معايا في الاستخدام. استخدام. وهنا طبعا السكين او الضفرات الخشبية. لو عندكم الضفرات الخشبية موجودة. استخداموها عندكم سكين زي هذا. مفيش مشاكل خالص. اي اداء تستريحوا في العمل بها. مفيش مشاكل منها. انتهينا من الشكل الاناء. وهذا هو الشكل النهائي له. طبعا ممكن نكون بحرقه. في الحال هذا يسمى فخار. اما اذا حركنا وضعنا على مادة الجليزة يسمى اناء خزفي. اتمنى طبعا اذا استفدتم الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق. واشتراك في القناة ما تفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.